اشتركوا في القناة احييكم وانا اجدد لقائبكم عبر حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي المدى استاديوم محور حلقتنا هذا اليوم سيخصص للحديث عن البناء التحتية والمنشآت والملاعب الرياضية وسنتخذ من بيت الرياضة الموذجا بيت الرياضة اللي حقيقة اليوم افتتح انشأتها وزارة الشباب والرياضة بجهود ذاتية وايضا وفق ازمة التقشف المالية لذلك سنتحدث بهذا الشأن عن الملاعب عن المنشآت عن القاعات وادارتها ما بعد الانشاء مع ضيف هذه الحلقة الدكتور علاء عبد القادر مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة بوزارة الشباب مساء الخير واهلا وسهلا بك دكتور مساء الخير دكتور مفق سعيد بتجدد اللقاء مع شخصك الكريم وتحية لكل مشاهدي مدى استاديوم تحياتنا اليك وساعدين بوجودك معنا دكتور علاء اذا المشاهدين الكرام فاصل ونواصل احييكم من جديد مجموعة من الاخبار الرياضية المنوعة عبر فقرة صورة وخبر لمتابع الطلبة يتغلب على زاخو باربعة اهداف مقابل ثلاثة ودرب البصرة بين نفط الجنوب والبحر ينتهي بالتعادل ايجابي بهدف لكل منهما ضمن مباراة الجولة السابعة عشر لدور الكرة الممتاز فريقان ميناء ونفط الوسط يضيفان النجف والشرطة الخميس في ختام مباراة الجولة السابعة عشر من منافسات دور الكرة الممتاز لجنة الاستعناف في اتحاد الكرة تخفف عقوبة فريق النجف بخوض مبارتين من دون حضور جماهيره على ملعبه مع مراقبة التزام جماهير النجف بعدم تكرار ما حدث في مباراة فريقهم أمام عربيل رئيس الهيئة الادارية لنفط ميسان وعضو اتحاد الكرة ريحي صغير يؤكد ان ادارة ناديه على استعداد تام لتنفيذ كل ما تطلبه ادارة القوة الجوية ولاعبها رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء محمد الموسوي وطالب ادارة نادي اربيل بالعدول عن قرار الانسحاب من منافسات دور الكرة الممتاز ادارة نادي زاخو تتعاقد مع المحترف الزام بإيزاك سانشا لتمثيل فريقه الكروي في منافسات الدور الممتاز لجنة المدربين في اتحاد كرة السلة تختار مدرب الصربي بيتر ميتوفيتش لتدريب منتخبات الفئات العمرية للماشئين والشباب اخيرا اتحاد الكرة الطائرة يعقد مؤتمره الفني مع مدربي فرق اندية المقدمة الخميس بمقر الاتحاد لدراسة الالية التي ستجري فيها مباريات الدوري في المرحلة الحاسمة بعد هذه المجموعة من الاخبار تعالوا معي لتابع التقرير اللي عده هشام علي عن موضوع هذه الحلقة الخلاص من ازمة الحاضر المفروض على ملاعبنا يعتمد على اركان اساسية اهمها توفر البنى التحتية التي تتمتع بمواصفات دولية منشآتنا الرياضية طالما عانت وما زالت من عدم الاهتمام بمرافقها وادامتها بالشكل اللائق ما يعني تهلك هذه المنشآت بمرور الوقت وتقادم الايام الالعاب بشكل عام تأثرت بسبب عدم وجود ملاعب وقاعات خاصة بها وخير دليل على ذلك منتخباتنا التي تستجد الملاعب من اجل اجراء معسكر تدريبي قبيل المشاركة في البطولات الخارجية دورين المحلية عكس صورة سلبية للعالم عقب تصديط الضوء عليه من قبل قنوات عربية بسبب سوء ارضيات بعض الملاعب التي تقام عليها المباريات الاعوام التي اعقبت 2003 وحتى وقت قريب قبيل ان تضرب الازمة المالية الوضع العام للبلد شهدت تخصيص اموال طائلة للمؤسسات المسؤولة على الرياضة العراقية لكن هذه الاموال تم هدرها دون حسيب او رقيب والحال لم يتغير بل ازداد سوءا على الرغم من وجود مشاريع عملاقة كان من المفترض انجازها لكن واقع الحال يشير الى حسرة والم التحرك من اجل تغيير واقع مزر لا يليق بحجم وتاريخ رياضتنا هو ابرز ما يحسب لوزارة الشباب والرياضة الحالية التي نجحت وباموال محدودة في اكمال اكثر من منشئ وملعب دخل في الخدمة لتغيير صورة مشوهة عام 2016 كان نقطة بيضاء اضاءة الاعوام المظلمة التي سبقت ملاعب كثر تم افتتاحها ابرزها ملعب كربلاء المطابق للمواصفات الدولية فضلا عن افتتاح قاعات ومسابح ايضا اعادت ولو جزء يسيرا من هيبة البنى التحتية التي فقدت في العراق عام 2017 وعلى الرغم من انه لن يختلف عن الاعوام الثلاثة التي سبقت من ناحية الازمة المالية الا ان وزير الشباب والرياضة وعد بان تشهد افتتاح اربعة ملاعب جدد على الاقل وقاعات للالعاب الاخرى ما يعني اننا نسير في الطريق الصحيح ولعل افتتاح بيت الرياضة الذي يعد مشروعا متواضعا من حيث البناء الا ان اهل الشان يرون بانه سيكون كبيرا من الناحية المعنوية وربما سيقضي على غسيل الاموال الذي يمارس تحت شعار الايفادات الخارجية لبرنامج المدستاديوم هشام علي اذا بعد تقرير هشام علي اعود لأحيي ضيفي الدكتور على عبدالقادر مرة اخرى دكتور حقيقة دعنا نتخذ من بيت الرياضة الذي اختتح ظهره هذا اليوم دموذجا للحديث عن البناء والمشاءات الرياضية اولا نسأل هل هو بيت او دار استراحة ام فندق لانه هذا يختلف عن هذا لذلك يعني على هذا الاساس سأتابع اسئلتي معك بالتالي هو سكن نعم سكن كان بيت او فندق نعم فبالتالي هو مؤوى هو استقرار هو منوم نعم هو طبعا بلا شك فرض نفسه للظروف مثل ما تفضلك الظرف الاقتصادي الذي يمارنا به نعم انا لا اخفى عليك العام الماضي كانت هناك بطولة لألعاب الصحة والميدان نعم وتم رعايتها من قبل معاني الوزير بعد ان سددنا ديون الفنادق والسكن وصلت هذه المبالغ لـ 75 مليون نعم صور مبلغ كبير جدا بالتالي هذا خلنانا نفكر على انه شلون انه نتفاجه المبالغ الضخمة لكن من ناحية علمية يعني كما تعرف دكتور مفق لا يمكن اليوم ان ارتقي برياضة نفسية على المستوى العربي والآسيوي والدولي لم يكن هناك مقومات المنافسة نعم فبلا شك في اغلب البلدان في آسيا المتطورة منها والنامية نعم في كل المناطق التجمع التي فيها المناشئ الرياضي يجب ان يكون هناك سكن وهذا السكن ايضا مدعوم بالغذاء وبالتالي هناك مدربين على مستوى عالي انا اعتقد فيه امنا الايام استضافيتني نعم قبل ستة اشهر تقريبا او خمسة نعم نتحدثنا على انه ليش الرياضة العراقية يعني غابت عن المنافسة الحقيقية نعم هناك يعني ثلاث ركازة اساسية يجب ان تعد بدنيا ان تعد معرفيا وان تعد نفسيا يعني انا لا اعتقد انه انت ذا تريد تعد رياضي ان المعيب جدا انه ياخد حجم تدريبي بالاسبوع مثلا ست ساعات ما ممكن نعم حتى انت تنافس على مستوى عالي يجب على اقل تقدير تصل لربما الى عشرين او ثلاثين ساعة هذا شون تتوفر الا من خلال مكوث وبقاء واحدة صباحية واحدة مسائية غذاء يشرف عليه مختصين ما هي السعرات الحرارية اللي تمام انا معك انا معك في كل هذا رغم انه لحد الان انا ما اعرف هل هو يعني على غرار دار الرياضين اللي كانت موجودة سابقا ام هو دار استراحة ام هو فندق لحد الان انا ما اعرف الاجابة انا الان لا حاج معك بصراحة لوجودي بهذا المكان ولتوليي مسئولية المدير او مشرف العام للمركز الوطني التخصصي لاحظنا انه الناشئين تحت سن 14 سنة و 12 سنة يحتاجون الى مزيد من العناية فبالتالي يجب ان يكون هناك بقاء بقاء في هذا المكان ولهذا سبب من اليوم الاول باشرنا باستحصال موافقة لبناء مدرسة اكاديمية مدرسة اكاديمية داخل الوزارة وفعلا السيد وزير التربية اعطانا هذه الموافقة لما يطلع اللاعب او الطالب من نفس المكان ويذهب الى بيت الرياضة ياخذ وجبة غذاء يرتاح ينام يروح ياخذ وحدة تدريبية ويعود الى البيت لحظناك تكون قفزة بالرياضة صحيح المتلقى الآن يقول ماذا القصة على عبدالقادر دا يتحلم وانا كنت شيء لا هذا الشيء اذا كان هناك إصرار وتحدي يصير احنا كنا نقول معقول ان يصير سكن صار سكن بخمسة واربعين غرفة والآن بمئة وسبعين سرير الصور بفضل من الله قاعة عرضها ثلاثين متر وعرضها سبعة امتار تحوي على مئة وعشرين مقعد وما يعادل أربعين طاولة ومطبخ نشر العاملين يعني يحتوي على كل الأدوات المهمة لأن تكون هناك وجبات طعام خلال فترة قصيرة جدا لكن اقول لكن انه احنا حتى نمضي باتجاه سليم يجب ان يكون هناك قروب متخصص بالفندق تمام نعم هذا الأمر انا طرحته في يوم ما وحقيقة صار اتصال بيني وبينك سألتك قلت لك دكتور هذا يحتاج له إلى إدارة فكرتم بإدارة هذا المنشأ والمرفق هذا قلت لي خلي نكمله وان شاء الله يعني راح تشاهده شاهدنا اليوم انا شاهدت من خلال التصوير حقيقة كل المرافق الشكل الخارجي لا يعكس مضمون الداخل لأن الداخل على طراز عالي لكن الخارج عبارة عن يعني كأنه وحدة من المراكز التخصصية وحدة من المراكز لأنه حالة حالة المراكز التخصصية وبالقرب من عدد أولا يعني عندما نقيم أي ملعب أو أي قاعة بالتأكيد دراسة موقع فالموقع مهم جدا موقع داخل الوزارة الدخول والخروج حقيقة يعني بأوقات مفروض معينة ليس أي شخص من الممكن أن يدخل هذا كله يجب أن يوضع بالاعتبار إدارة هذا المرفق اللي هو فندق الآن اتفقنا على أنه فندق لأنجلت شركة فندقية نعم فهذا بالعكس شيء يبعث على السرور وعلى الأمل لكنه من المستفيد الآن من هذا المرفق لهذا السبب دكتور المرفق اليوم دعينا وزارة التربية ووزارة التعليم العالية وحتى الرياضة الجامعية واللجنة الأولمبية والإيئة والاتحادات نعم أنا أعتقد أن المنتخبات الوطنية والأندية ممكن الاستفادة من هذا الموقع وبالتالي نستطيع أنه يكون لك كإنكم يعني كواردات وبنفس الوقت أنه أنت تقدر أن تنتقي أقول تنتقي المواهب ذو الخامات العالية للمستوى في القدرات البدنية تأتي بها من البصرة من كركوك من الشمال ويكون مكوثة في بغداد وفي لزارة الشباب طبعا هذا الشيء يعني هو معتمد في اليابان وفي كوريا وفي كثير من البلدان عندما تريد أو تبني لنفسها خطة بعيدة المدى استراتيجية صدقني يجي من شانكهاي يصير إقامته في بكين الضرورة الملحة والوطنية تفرض عن أن يكون هناك الفريق يتم إعداده لبعد أربع سنوات أو سس سنوات لم نمضي بهذا الاتجاه دكتور مفق صدقني لن ندخل بتنافس حقيقي لا على المستوى العربي ولا على المستوى الأوسط سليم جدا سليم جدا ونفس الاتجاه حقيقة يعني فكر سليم جدا لكن هذا المرفق هل من الممكن أن يخضع لتطويرات أخرى؟ والله شوف بصدق حتى واقع الحال يعني واقع الحال يشير إلى أزمة مالية لكنه أنا اللي يعرفه بأقل من نصف مليار يمكن أنشئ هذا طبعا صدق أو لا تصدق نعم يعني أنا كنا حريصين جدا على أنه مبلغنا ما يصل إلى نصف مليار وفضل الله لم يصل لربما اقترب من الأربعمائة مليون نعم يعني هذا شيء لا يصدق كيف يكون أنه هذا الحجم سبعة وأربعين أو ثمانية وأربعين غرفة منظومة كاميرات خليني منظومة أطفاء بسيطة ساعدنا بها الأخوة الدفاع المدني وهذه الأسرة كما تلاحظها يعني أنه حقيقة عريضة ومتينة بنفس الوقت الغرفة متكاملة من حيث المني بار والشاشة والكنتور والسرير والكذا يعني أعتقد أنها غرفة متكاملة تماما غرفة فندقية فندقية فقط فقط أنه إحنا الحمامات حقيقة أزلناها خارج يعني بعدد كافي نعم وأعتقد أنه يعني تم إعداده للرياضيين وبالتالي هذه الحالة ما أعتقد أنه صعب لكن لكن سؤالك طبعاً الدكتور اللي يحب بك دي تروح يعني أسئلة بدقة يعني تماما حتى أيضاً اللي يتابعني يستفيد ويعرف نعم حقيقة هذا أشياء ممكن أنه ما يعرف أوكي أكو قسم الآن دي يشاهدون لكنه ما يستطيعون أنه يدخلون للوزارة لأنه غير الرياضي واللي إلى علاقة يعني بدخوله للوزارة ممكن يدخل أما المواطن العادي لا الممكن يشاهد عبر الشاشة صحيح لذلك عليه أن يعرف أنه هناك فندق الآن فندق بسيط نعم يعني ممكن تستفاد منه الأندية والاتحادات سواء أندية المحافظات أو أندية بغداد من الممكن أيضاً يستفاد في إعداد الأبطال يعني في رياضات الإنجاز هذا المرفق لكن أجور وما شابه ذلك وضعتوها في نظر الاعتبار أيضاً أنا لا أخفى عليك يعني هذا الموضوع قيد الدراسة المناقشة ولكن أتمنى أن لا نتأخر بقدوم مستثمر لكن أنا شخصياً أتمنى أن يكون رياضي يعني يفهم ما هي مدى احتياجات الرياضي كيف نمضي بالمساعدة اليوم تم تأجيل كثير من المنافسات مستثمر محلي؟ لماذا؟ يعني إن كان هل تعتقد أنه المستثمر المحلي بدون ما احترامنا لكل يعني اللي رح يستثمرون بدون رقابة وبدون يعني ضوابط معينة سيعمل على وفق إنه هذا المنشأ أو المرفق خاص بي؟ رغم أنه بسيط بسيط جداً هو هو بسيط جداً الحقيقة واليوم يعني للأسف شخصك الكريم لو كان موجود شون لاحظت مدى النظافة اللي موجودة لاحظنا بالتصوير ما شاء الله يعني بصراحة لكنه المشكلة ما بعد إن شاءه الآن تفرغ من يعني الناس اللي موجودين بيه الناس اللي افتتحوا رح يبدى مثلاً تحت الخدمة بعد الخدمة أنت أهم شيء الناس اللي يدخلوه هل سيحافظون على ما شاهدنا؟ نعم أم سيحصل يعني ما متوقع لا سامح الله؟ طبعاً بلا شك يعني عندما تسنت هذه الممة إلى شخص مختص عالي المستوى بالفندقة لا لأنه الفريق الفلان انفرض أن يجاك نادي بأي نادي وأخذ أربع غراف إلى خمس غراف أكثر على هذا سبيل المثال وبالتالي قبل من يسوي check out يجري الفحص ويشوف أنه هناك غرامات على الضرار أو كذا نعم ويعمل بما يعمل في الفنادق بلا شك سوف تحافظ أما إذا أسندت القضية إلى ناس غير معنين لربما تلاحظة يتهالك مثل ما تفضلت أنه ليس تم بناء من طابوق أو كذا هو سندويج بنال وعلينا أنه نراقب بدقة للمحافظة عليه لكن الأهم من هذا أود أن تعرف أنه هذا لحيكون مفتوح إلى الرياضة المدرسية إلى الرياضات الجامعية وإلى المنتخبات الوطنية وإلى المراكز الوطنية أنا أعتقد أنه كل هذه لح تكون الجهات المستفيدة منها بلا شك أنه المراكز الوطنية يعني لح تكون لربما مجانا لكن من يجيك نادي حقيقة وهناك ملعب موجود داخل البناية ومؤمن وهناك حمامات وساوية هل ستسمحون باستخدام مثلاً ملعب المنتخبات الوطنية للأندية مثلاً لإجراء وحدات تدريبية؟ إن كانت يعني إن كانت إن كانت لا يسبب ضرر بأديم هذا الملعب لملا لكن إحنا ممكن أنه طالما هو شون نوع الضرر الذي تتوقعه دكتور مثلاً؟ والله شوف خل أكون معاك واقعي إحنا الأيام الأولى يعني عندما أعلننا أنه هذا الملعب جاهز إلى الفرق لا يمكن أن يعني الأرضية تتحمل طبعاً والأرضية أشوف طبيعي لا يمكن أن تتحمل يعني ستة إلى سبع وحدات تدريبية ما ممكن لأنه العلم والمعرفة تقول أنه لا يزيد ساعات التدريب على الملعب أكثر من ثمان ساعات في الأسبوع على سبيل المثال فبالتالي يجب أن تخلي وطبعاً هذا السبب اللي يدفع بمعاني الوزير أن يرفض العرض اللي تقدمه مثلاً بيناد الشرطة مقابل بالشهر 25 مليون قال الآن هذا الملعب هديته للمنتقبات وبالتالي يجب أن نحافظ عليه لكن من يجي فريق أو منتخبات وهو طبعاً نوع برمودة يعني أنت تقدر تحافظ عليه من خلال الرعاية بفضل من الله الآن العشب أخضر لأنه قدرنا أن نحافظ عليه والآن جاهز لاستقبال منتخباتنا الوطنية مثل الناشئين إذن ستسمحون إذا في حال أنه المحافظة عليه وفق شروط نعم وفق شروط نعم يمكن طبعاً وآني باعتقادي أنه ممكن يعني هشام بتقريره قال أنه هذه راح يقضي على فساد الإفادات الخارجية من ناحية الأندية وغيرها ما احترامنا طبعاً كل الأندية هذا من ناحية من ناحية ثانية تعرف لعبي الأندية الآن لازم فندق درجة أولى لازم راحة لازم مستلزمة هذه كلها يعني قال هشام أيضاً قال المرفق بسيط لكنه يعني حقيقة معناء كبير وهدف من إقامته أيضاً كبير فيما لو تم الاستفادة منه بشكل صحيح صحيح نعم دكتور مفق أنا أتذكر الأخ ظافر صاحب عندما كان مدرباً في نادي الرشيد سابقاً استدعى مجموعة من المواهب من المحافظات وحصل لهم أمر أن يمكثون في بيت الشباب اللي كان بالقرب دار الرياضي نعم دار الرياضي نعم صدقني سوا فرق يعني اتنابست على المستوى العربي بشكل عالي جداً البقاء والرعاية والمراقبة كل هذا يتيح لك فرصة للشروع نحن رياضة الإنجاز نعم نعم هدفنا الرئيسي كمركز وطني كمركز وطني أن تبحث عن انتقاء المهوب ونجيبه حتى لو كان إجباراً لأنه اليوم دكتور مفق أنا متألم في صدرك ألم نعم العراق غيب عن المنافسة الحقيقية في الألعاب الألعاب السلة واليد والسحر الميدان هي حقيقة والفردية والفردية أكو إنجازات متناثرة بين حين وآخر ضعيفة جدا قادرين من خلال هذا بيت الرياضي صدقني إذا كانت هناك نوايا صادقة واليوم يعني كلمة السيد رعد حمود رئيس اللجنة الأنبياء كانت مؤثرة جدا يعني قال بالحرف الواحد سوف لن تكون هناك معسكرات ترفيهية يجب أن نمضي جديا أين تنظل وحدة تدريبية من هو المدرب كيف تم انتقاء الموهوب يعني اليوم مثلا اليوم هذا المفروض يتكلم بيه الكلام بايس اللجنة الأنبياء لا طبعا بس من تسمع الكلام فإحنا اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى دكتور ممفق كانت قاعاتنا يعني غير مفتوحة للاتحادات صح تولينا المهمة صدقني اتحاد الملاكمة يقضي كل أوقات صحيح في المركز التخصصي نعم الأخ حسين العميدي قلت له أطلب منك تكون متواجد تراقب اللجنة الفنية أن تأدف فرقك من الناشئين من الآن أيضا الأخ ضافر استطاع أن ينجح وبالتالي سواء بمنتخب شباب أغلب من لاعبية المركز الوطني يعني الآن بالأثقال هناك أرقام صدقني يعني لو تم رعايته إن شاء الله وسوف يتم بإذن الله سوف تكون مؤثرة جدا لنيل أوسمة على المستوى الأقليمي هذا اللي نتمنى دكتور والله هي حقيقة لكنه أكو شيء يعني إن شاء الله رح نشاهد تصريح لوزير الشباب والرياضة رغم أنه تحدث حقيقة في الافتتاح ما يقارب يمكن 15 إلى 20 دقيقة لكنه ارتقينا أنه حديث خاص عن بيت الرياضة تحديدا لأنه رح أتكلم معك عن مسألة هل أنه هذا المرفق يعني لن يستخدم الآن مع وقف التنفيذ إلا في حالة استثماره أم سيبدأ العمل فيه هو وأيضا مسألة ملعب المدينة الرياضية اللي انعرض أيضا للاستثمار هو أو ملعب الشعب إذن مشاهدين الكرام تعالوا معي لنتابع حديث وزير الشباب والرياضة اليوم موزاة الشباب والرياضة الحمد لله استطاعت أن تفتتح هذا البيت لرياضيين في مقر الوزارة إلى جانب مدارس الموهبة الرياضية وإلى جانب الملعب الجديد ملعب المرحوم على الحسين المنتخبات الوطنية وإلى جانب أيضا ملعب الشعب ومرقاعة الشعب اللي تضمن اتحاد الطائرة والسلم فرح تشوفون أننا يعني هذا الحراك الرياضي الكبير سواء على المستوى الأندية المنتخبات الألعاب بشكل عام أو الاتحادات بشكل عام أكيد بحاجة هم إلى مكان يجمحهم مع وجود التقشف والحالة المادية الصعبة اللي تعيشها الدولة والوزارة والاتحادات لابد من خطوات جريئة في تقليل العباء المالية وأيضا تلبية احتياجات الرياضة وهذا واحد من الخطوات كان لأخونا الدكتور علاء عبدالقادر دور كبير كابتن بسام أيضا كان إلى الدور الكبير والمؤثر في إقامة هذا المشروع وبيت الرياضة بغرى فيه كل مسلزمات المبيت والضيافة إن شاء الله إلى مزيد من إنجازها في 2013 أكيد لكن بتنسيق طبعا بتنسيق مع دارة المكان إحنا إن شاء الله رح تكون أكو شركة دير هذا المكان شركة فندق خاصة وأكو تعليمات وضوابط ونظم لكن هو بيت لكل رياض أسعار هي بسيطة جدا يعني ما تقاس بالخارج رح تقدم أيضا واجبات أكل بحضور طباخين من نوع خاص المهم قد نمر بسعاب البدالي أن تعرف فيها تجربة جديدة أرجو أن تتحملوها لكن طموحنا أن يكون بيت بكل معنى البيت إذن دكتور عطفا على كلام السادة عبد الحسين عبطان قال يعني شركة وهناك طعام سيقدم إذن هل ستنتظرون لحين استثمارها من قبل شركة فندقية وهل أن الشركة الفندقية هذه يعني حقيقة ستكون شجاعة بحيث تدخل الوزارة مؤسسة أو مرفق حكومي لكي تستثمر هذا يعني أيضا يجب أن يوضع بنظر الاعتبار كلامك صحيح ومنطقي أنا شخصيا يعني أتمنى أن أحسم هذا الموضوع خلال هذا الأسوأ نعم وأنا أعتقد أنه الآن لربما الكثير من المستثمرين من من يشاهد يعني هاي فرصة أن نعلن من هذا المكان يعني بصراحة البيت جاهز من كل شيء يعني حتى من أدواته بالمطبق حتى من حيث المكوى حتى من حيث آلات الغسيب فندق هو فندق متكامل حيث يكون في معلومة فندق متكامل نعم مجرد إدارته إدارته وتشغيل إدارته وتشغيل يعني بصراحة وهو هذا الأهم المشكلة طبعا هو هذا الأهم لكن صدقني يعني بعلاقاتنا يعني موجودين يعني إحنا هنا أنا متأكد مثل ما وفقنا برسم هذه الصورة الجميلة نعم إحنا متأكد بأننا سوف نكون بإذن الله محظوظين بأن تسنت هذه المهمة وبأقرب وقت يعني أتمنى خلاص وأصدقني فرضا فرضا نعم لو أنهم ما إجاء مستثمر غدا غدا لا فرضا ما إجاء مستثمر ما إجاء مستثمر نعم ملاح أرد يعني فريق ولا لاح أرد منتخب طيب كيف نديره كيف نديره من اللي يقدم الطعام من اللي يستقبل من اللي يودع من اللي يخلي الآخر اللي هو الفريق أو الاتحاد أو أي شخص زار يدخل ويخرج لأنه إذن دخول صعب جدا واضح طبعا بلا شك أنه الآن تقام عندنا بطولات كثيرة مجرد أن نبلغ الجهة الأمنية هناك بطولة يسمحون بإذن بالدخول اليوم يعني عندما يزورنا أي نادي أو أي منتخب ننطي إعلام وبالتالي يسمح لهم بالدخول هذه القضية ليست صعبة أبدا على الإطلاق ولكن بلا شك عندما نكون متهيين هذا الأسبوع هو أفول من ما نكون متهيين في الأسبوع اللي بعده لاحنا نأخذ هذا الموضوع يعني بشكل جاد على أن تكون الحلول بإذن الله خلال هذه الأيام القريبة هذا اللي نتمنى بنفس الوقت يعني الوزارة حقيقة أنا خليني أقرأ لك تعليقين أو ثلاثة حتى يعني أكمل أسئلة صديق ناصر عامر يقول بعد السلام باختصار لدي نقطتين أولا حول ملعب الكشافة اللي لماذا لم يتم معمارة إلى الآن ملعب الكشافة تابع الوزارة التربية ممكن ينسقون ثانيا حول التعاقد مع الدكتور شامي الكامل وهو كفاءة عراقية سؤالي كيف يمكننا الاستفادة منها وبأي مجال شكرا لكم الصديق مرتضى جميل مشكورة الوزارة على ما تقدم صراحة ونريد المزيد من العمل لأن العراق يستحق الكثير قياسا بالإنجازات والتاريخ الكبير للرياضة العراقية لكل الرياضات مثلا كرة الصالات تستحق عطفا على الإنجازات للمنتخب ولنادي نفط الوسط وتحياته للدكتور على أيضا الصديق حازم عبد الأمير بعد التحيات ما نراه من متابعة ميدانية لعملية إنشاء الملاعب من وزير الشباب والرياضة شيء مفرح ويبعث بالأمل الوزير وعد بافتتاح الملاعب حاطها بين إهلالين النجف وميسان والزوراء في هذه السنة وملعب الزوراء في نهايتها نتمنى أن يكون الموع الثابت بخصوص ملعب الزوراء زوراء حازم الذي قامت بهدمه الوزارة لقد طال انتظار الجماهير بخصوص ملعب النوارس صاحب أكبر قاعدة جماهرية في العراق وهميتها برد المنتخبات الوطنية على مر التاريخ أتمنى لكم الموفقية والنجاح الصديق بعدها نكمل الصديق أبو جبل الفتلاوي بعد التحيات أعتقد أن معدن الإنسان العراقي يظهر وقت الشدة والدليل على ذلك أنه سيد الوزير في هذه المرحلة ومقام به من إنجازات مثل تأهيل ملعب الشعب لأكثر من مرة والاستمرار في تكملة البناء التحتية من ملاعب قاعات مسابع وغيرها عكس ما كان في وقت الرخاء في الوزارة سابقا نكمل دكتور يعني ممكن هو هذا أثناء حديثنا ممكن يتجاوب طبعا شوف أنا أعتبر كل المداخلات هي إيجابية يعني بالرغم من الظرف الصعوب لكن كان هناك إنجاز بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وإذا سابقا يعني يعني تم الآن رسم الصورة الجميلة في ملعب الشعب وتكون مقنعة بالنسبة للآخرين نحن بالنسبة لنا لم تكن مقنعة نحن نريد أن يكون ملعب الشعب على أحسن حال في هذه اليومين الماضيين كانت هناك دراسة واقعية لمدراء العامين وبحضور المكتب المفتش العام وبإذن الله سوف يرسي ملعب الشعب ببناء فندق ومول وملعب ثانوي ومسبع بإذن الله تعالى عن قريب إلى شركة ذو شأن كبير وسوف يلبس حلة قادمة بإذن الله تعالى بعيدا عن منافسات الدوري أم بعد انتهاء تستمر منافسات الدوري ويجري البناء لأنه اشترطنا نحن على أنه منافسات الدوري يجب أن تستمر لأنه لا لدينا خيار بصراحة لكن الآن الأرضية التي لربما تبدو مقنعة للجمهورنا الكريم نحن نريدها أن تكون الأرضية كما هي جذع النخلة جذع النخلة اليوم نفخر بها لأنه المستوى حقيقة بها كمستوى وكخضار وكآلية موجودة فعليا على أرض الواقع هي لا تقل جودة عن أفضل الملاعب بالعالم نريد أن نرتقي بملاعبنا دكتور موفق نعم أنا معايش وأني أعرف حقيقة ومقدر كل الجهود لكن في نفس الوقت أكو تساؤلات سواء يعني أنا أطرحها أو سواء الشارع الرياضي الإعلام إشاطرنا الرأي يعني من يدير هذه المنشآت هو هذا الأهم من يدير ملعب المدينة الرياضية من يدير ملعب كربلا من يدير يعني قبل شهر أو أقل طلعنا مناشدات من الرياضيين في ملعب عفق قالوا هذا الملعب سينتهي لأنه لا يكون من يديرها بصورة صحية هذه مشكلتنا الآن دكتور بس أنا أعتقد أن هذه المشكلة بدت تتبدد مشلون دكتور المنفق الآن إذا تدخل الملعب الشعب على سبيل المثال إذا تلقي هيكلية موجودة والقسم الهندسي يعرف واجباته وقسم الكهرباء يعرف واجباته وقسم الإلكترونيات يعرف واجباته وقسم الخدمات يعرف واجباته الآن بدين تقسيم النظم الإدارية والعمل بشكل يعني إيجابي وهذا اللي موجود الآن في ملعب الشعب هو موجود تماما في ملعب المدينة الرياضية في البصرة فضلا عن هذا يعني تم الاتفاق ما بين معالي السيد الوزير وممثل شركة SIS الإنجليزية بأنه سوف يتم إيفاد بعض موظفين ومهندسين الزراعيين إلى دورات خارج القطر لغرض الاستفادة من هذه الخبرات والتعلم من إدارة الملعب مثل ما تم اليوم تماما هذا كان معمول به في السابق أيضا يعني سابقا قبل عقديا ثلاث عقود من الزمن كنا مثلا نطلع دورات تدريبية المختصين طبعا يروح يطلع دورات تدريبية يجي مؤهل تماما لإدارة ملعب مثلا يجي مؤهل تماما لقيادة مثلا هذا المكان أو ذاك المكان هذا الآن نتمنى أنه يتعزز حقيقة بدليل أنه قبل الشهرين الماضين يعني كان هناك إيفاد لبعض المهندسين إلى الأردن الشقيق لأنه كان هناك موفود من الفيذة يبحث تماما شون تتعامل مع السطوح الخبراء ولهذا سبب له سوف تقوم الوزارة وبتوجيه من المعالي بإيفاد كافة الإداريين الذين يتعلق عملهم بإدارة الملعب لغرض الاستفادة من هذه الخبرات بثلاث محاور مرة في إيفاد أولئك الموظفين حقيقة ومرة من خلال إقامة دورات نفس التطويرية بالداخل ومرة من خلال معايشة أن يروح مجموعة ويشوفون بأم عينهم كيف تسير الأمور أنا أعتقد هناك مساعي جادة بإذن الله سوف تقوم بها الوزارة لغرض وأنت دائما تأكد عليها دكتور الموفق أنه كيف نحافظ وكيف نديم هذه المساعدة وهذا الأهم حقيقة يعني وحدة من الشخصيات الحقيقة اللي نفتخر بيها واللي التقينا بيها اليوم هو الدكتور شام الكامل اللي سأل عليه أحد الأخوة عدنا تصريح عليه راح نشاهده إن شاء الله من خلال تواجدنا صباح هذا اليوم أثناء افتتاح بيت رياضة تعالوا معي يونو تابع عملية التطوير بالرياضة بشكل عام تعتمد على مجموعة من العناصر بمجموعة هاي العناصر المكملة في بعض ممكن أن تتقدم الرياضة والجانب المنشآت الرياضية والبنى التحتية هي واحدة من من هاي العناصر المهمة حقيقة بدونها معنى العملية تصبح ناقصة وأقرب مثل بسيط هو ما احنا موجودين الآن من أجله في هاي الاحتفالية ما لليوم هو بدون هذا الصرح بدون هذا الإنجاز لا يمكن لعداد المنتخبات أن يكون أعداد متكامل حتى لو يكون ملعب جيد تغذية جيدة لكن بدون أن اللاعب عند مكان جيد للراحة تصبح العملية بها نوع من فبالتأكيد الوزارة لها دور كبير ومهم ليس في هذا الإنجاز وحده وإنما دور أساسي في بناء الملاعب بشكل عام بالقطر واني زرت مجموعة من الملاعب التحضير لرفع الحضر عن الأراض ملعب المدينة الرياضية في البصرة مثلا أو في كربلاء ملاعب نفتخر بها جميع نفتخر لأنه خاصة في المدينة الرياضية في البصرة حقيقة أنا زرت كثير من الملاعب لكن أشوف هذا الملاعب هو واحد من أرقى الملاعب بالعالم من نواحي كثيرة إذن يعني حقيقة كلام دكتور شامل يثلج الصدر خصوصا وأنه هو رجل خبير في الرؤية الآسيوية يعني رجل نفتخر بتواجده في الاتحاد الآسيوي عموما يعني رح أقرى لك بعض أيضا التعليقات الصديق أيسر السام الرائي يقول تحياتي لضيفك الدكتور على عبدالقادر سامرة عندها ملعب ثاني جديد بس على أساس سيادة الوزير عبدالحسين عطان يعني يفرغ الملعب من الجيش والجيش ينسحب منه ويستلمى نادي سامرة بس محد يعرف فيش وقت يستلمى الملعب تعرف دكتور لو يمل المعارض الوزير أنا حسب غني أنه السيد الوزير يعني أوعز لأحد السادة الوكلاء أنه بالذهاب إلى الملعب لغرض حل هذه المشكلة وهو متابع لهذا الأمر وإن شاء الله سبحانه وتعالى خلال الأسبوع القادم سوف أسئلك السؤال لماذا يشار إلى الوزير أو لا يشار إلى الوزارة والله يعني يعني بصراحة طبعا بصراحة لو ما صريح أنت ما سئلك السؤال هذا يعني لا تجامل ولا أبد الأخ عبدالحسين عبطون يعني فاجئ الوسط الرياضي وكأنه كتلة من النشاط واليوم يعني ربما بالبداية كان يعني حتى مواقع التواصل الاجتماعي كانت من والك أسهم لكن اليوم بفضل من الله تعالى صارت قناعة بهذا الرجل هو كيف يعمل يعني وهدف اليوم يعني باختياره يعني كأفضل شخصية رياضية يعني قال بالحرف الواحد أنا ما يسعدني هذا اللقب بقدر ما يسعدني أنا نشوف الأسر الرياضية كلحمة متجمعة وتحقق الانتصار يعلم تماما الأخ عبدالحسين عبطان أنه مغادر هذا المجتمع طيب أحنا نقول ليش يشار إلى عبدالحسين عبطان ما يشار إلى وزارة الشباب بنفس القدر يعني يقول لك الوزارة لا يقول لك عبدالحسين عبطان لربما يعني أنه كان أكتب يعني بشخص الكريم لأنه أثبت أنه رجل ميداني وأثبت أنه رجل بسيط يعني يتواصل مع عامة الناس حتى يشكر من يسيء إليه حقيقة يعني أي مسؤول يعني يصل إلى هذا الجرد لا نحن متفقين هذا الأمر لكن أنا راح أطلع يعني أطلع من هذا الإطار يعني بالصميم يعني يقولون أنه الوزير معطل الوكلاء معطل المستشار هو يعمل فقط فلذلك يشار إلى الوزير ولا يشار إلى الوزارة رأيك والله الدكتور لا الجامل هذا الكلام ممكن يخدم الوزير أيضا للأمانة يعني نحن دعنا نتكلم ترى كلام الناس اللي تتناقل اليوم السادة الوكلاء يعني الأخ السادة صامي الديوان والأخ عباس عباس الشمري يعني كانوا متواجدين نعم متواجدين يعني أنا ما شفت دكتور حسن اليوم لأنه عنده إفادة إلى إسبانيا حقيقتين كان مكان خالي لأنه من الناس اللي أسس هذا المشروع تحياتنا إليه أنا أعتقد أنه يعني يفترض يفترض أنه أن يكون هناك يعني عمل إضافي دور 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 كبير نعم نعم يشكلون عن يعني كاهل الوزير نعم بلا شك يعني خصوصا الأخ عصامي الديوان هو اسم بل الرياضة اسم لامع حقيقة في الرياضة العراقية وبالتالي أنا شخصيا كمعني بالرياضة يعني أتمنى أنه يعني يزداد هذا التفاعل لأنه بالنتيجة نحن أنا أو الأخ عصام أو أي شخص سوف نترك هذا المكان لا محال والأفضل أن نترك شيء إيجابي والله اللي يفكر بهالطريقة هذه يعني أنا أحيي وأثني على كلامه لأنه هو هذا التفكير لأنه ماكو يعني شخص هذا كرسي يعني اليوم جالس أنا بكرة هذا الكرسي يأتي غيري ليكمل إذا يعني جالس على هذا الكرسي يعني عمل عمل إيجابي سيذكر بكل الخير الصديق جواد أبو علاء يقول هناك اختراح للأوساط الرياضية مقدمة للأتحاد العراق بأن تلعب فرق في ملعب كربلاء الجديد فرق الفرات الأوسط وفرق الجنوب تلعب في ملعب جذع النخلة وفرق الشمال في ملعب أربيل وفرق بغداد في ملعب بغداد أعتقد يمكن هذا الوزير أيضا أشار إلى اللاعب في ملعب يعني فيها جودة من ناحية الأرضية وتعكس صورة حضارية وإيجابية للآخرين طبعا دكتور المنفق يعني أنت رجل أشت بالخارج ولاعب مرموك يعني حقا الله خليك وتاهض الحكم مرموك الله إلا وعد النار أنا أقول أنه ما ذهب إلى المعالي هو عين الصواب يعني لربما تذكر في يوم من الأيام الأخ صدى الملعب في صدى الملعب نعم مصطفى الأغا يعني كان متألم لحال ملعب فبالتالي اليوم يعني ممكن سمعت الدكتور الشامل تحياتنا إليه وهو إضافة إليه قال أنا أفتخر بملعب جدا صحي لأنه واحد من أفضل الملعب اللي ما شايفه حقيقة يجوز يقول يعني جديد كلمون لأن الصحافة كثير أشرت مكامل خلل أنه هذا الجزء مكامل هذا الجزء مكامل لكن اللي يدخل الملعب حقيقة اللي يدخل الملعب حقيقة لا يقتنع بالكلام أنه الملعب حقيقة يعني زرنا ملاعب كثيرة لكن اللي بي موجود في ملعب أخرى الأفضل الأفضل بي يعني خلي نكون واقعين دكتور ما تمشي على أرضية الملعب يعني واحدة من أفضل الأرضيات في العالم وإحنا نقول لماذا لا تكن يعني كل ملعبنا مثل هذه الأرضيات السبب الأندية السبب لا أبدا البناء الصحيح لمتطلبات هذا العشق قد بنيت بشكل سليم يعني وأقول لك إيها بصراحة يعني الآن الطبقة بحدود 12 سنتيم إلى 15 سنتيم يجب أن تكون طبقة الرمال الزراعية النقية الخالية من الأملاح يعني هذه يعني تطي مساحة متموجة وبالتالي تسير الكرب بشكل يعني رائع ومهما تقدم الزمن بها سوف لا تتحول إلى مادة متصلبة ويبقى ترشيق المياه يجري بشكل سليم يعني أنا لا أخفى عليك يعني حتى الخبيرة الإنجليزي عندما زار ملعب الشعب وطلع على نوع المرشيات لم يقتنع بها فقال يجب استبدالها يعني مثلما لم يؤشر على مستوى الليبل بشكل سليم لكن بشكل عام يعني كانت مقنعة لكن نطمح على أن تكون بالمواصفات ما وضع في ملعب الجدع النخلة هي ليس المواصفات نفسها التي وضعت في ملعب الشعب ولهذا السبب بيّن هنا الفرق الكبير عندما تشتغل المرشيات ملعب كربلاء أكون معاك واقعي يعني أنه أيضا يحتاج دقة بالعمل مثلما بنيت عليه الأساس في جدع النخلة لكن أيضا نقل بشكل جيد يعني بشكل جيد أفضل من ملعب الشعب يعني مستوى ملعب الشعب يعني وجدع النخلة وكربلاء يكاد يكون هنا مستوى جيد لكن البناء السليم لأرضية جدع النخلة كانت بامتياز يعني هنالك فرق درجتين أنا لدي مشكلة حقيقة يعني وقت قصير وحديث كثير فيما يخص المنشآت والملاعب الرياضية تحديدا وأجزاءها تعليقات أيضا كثيرة أيضا كابتن عبداللطيف كاظم يعني شكرا للمديح حقيقة ويعني رح اختصر يقول قصة لا تنتهي للأسف هذا بعض المديح وبعض الكلام الجميل قصة لا تنتهي للأسف ليس الغاية من بناء منشآت وإنما كيفية صيانتها والمحافظة عليها هذا أشرنا إلى بالإمكان استقدام عمال آسيوين من دول الخليج وما أكثرهم للعمل في ملاعبنا وبمبالغ شهرية لا تتعدى 350 دولار وأنا متأكد سيكونون حريصين عليها حتى منامهم في الملاعب حسب معرفتي بذلك ويقول لكم الاحترام والتقدير وللعاملين الصديق محمد الموسوي يقول ما لم تكن هناك أموال وإمكانيات لماذا لا يتم الصرف على العشف فقط ونقبل أن نجلس على المدرجات حتى لو كانت مكسورة فلا نتم أين نجلس فقط نريد مباريات ممتعة يعني أهم شيء الأرضيات عند دكتور الملعب دكتور وموفق خلينا نكون واقعيين يعني يبدو للعيان المقعد والأرضية فيجب الاعتناء بهذا الركيزتين بصراحة وأنا أريد أقول شيء واحد فقط يعني إحنا اليوم سوينا ملعب الوزارة ليش الآن من تروح لملعب الوزارة تلقى أخضر لسبب واحد أنه بالوقت اللي بدت بدرجة البرودة نزرعناه بشكل بسيط يعني بكمية غير كافية من البدور الشتوية اللي هم يسمونه رايقراس فبالتالي وراء أسبوعين طلح هذا اللون الأخضر وهذا ما سويناه وين؟ في ملعب الثانوي الفيحة وملعب جذع النخلة طيب واللي راح تفعلوه في ملعب القوى الجوية؟ طبعا مع كل تقديري بعد أن دخل الأخ الخبير ديذد بول إلى ملعب الجوية فاتفاجئ بشكل كبير وقد ما أخبرته شون نبدأ عميلة الأصلاح فاستغرب من سؤالي هو قال لا يمكن في كل حال من الأحوال أن نبدأ بتصليح هذا الملعب جملة الحصيلة كنا على ثقل يعني وعندما أخبرته أنه هذا الفريق يعتبر واحد من أعرق الفرق على الإطلاق وهو بطل لكأس آسيا حقيقة يعني صدمة يعني تستغرب بشكل يعني مو طبيعي أنا أعتقد أتمنى دكتور ممفق مثلما كانوا يمنون أنفسهم أخواننا بالخليج أنتطأ أقدامهم أدين ملعب الشعب أتمنى وهذه الحالة أبداً مو صعبة أبداً مو صعبة هي دكتور والناس كلهم شخصتها يا أخوان يعني المليارات دا تصرف على عقود لاعبين لا يستحقون حقيقة الأموال ما احترامنا طبعاً لللاعبين هنا نحكيها بصريح لا يستحقون يا أخي أرضية الملعب طيب كيف تطور اللاعب إذا أرضية ملعبك غير صالح أبداً أبداً ولا لا حصير تطيير ولا حصير متعة للمشاهد ولا حشوف إصابات في حين حلولها بسيط الصدق دكتور ممفق في ملعب الوزارة بهاي وضعيته تم يعني تكلفته بعشرة مليون أقل من عشرة مليون اليوم حتى تسويلك أرضية أرضية بالحجر بالأنابيب بالرمل بالطبقة الأخيرة بالجسمة ما تكلف لها تروح لها أكثر من مئتين مليون مئتين مليون عقد لاعب يعني عقد لاعب عقد لاعب لكن بالنتيجة مهندس خبير يعرف إش وقت يذب البذرة يعرف إش قد تطأ الأقدام عليها بالأسبوع يعرف إش وقت يسقي يعرف إش قد هذه البذرة هذا كائن حي نباتي تعاملة مثل ما تعامل والله دكتور اللي يزعل أو ما يزعل نحتاج أناس أصحاب ضمير حي فقط عموما نشاهد استطلاع أول وعدنا استطلاع ثاني جاهدين الكرام تعالوا معي لنتابع هذا الاستطلاع أن تبدأ بخطوة بسيطة أفضل من أن تبدأ يعني إحنا في وضع مالي سيء في وضع اقتصادي يكاد يكون غير مستقر الأموال قليلة البلد يمر من مرحلة تقشف هذا أنا أعتقد شخصيا أنا ابن الوزارة هذا مو طموح الوزارة طموح الوزارة طموح أكبر إذا تباوى على الجانب الأيمن لهذا الموقع هناك مشروع فندق كبير متوقف العمل به من جراء عدم وجود الأموال هذا ولكن لعدم فسح المجال لتراكم المشاكل كثيرا أمام الرياضيين لابد أن تبدأ وزارة الشباب بهكذا مشاريع بسيطة ثم تنمو موضوع الملاعب الرياضية أدنى بالعراق بحاجة إلى الكثير الكثير الملاعب وما يلحق بيها من قضايا إلى علاقة بيها ومرتباطه الاندية يعني الحقيقة لو كل نادي يشتغل بما هو مفروض عليه ويشعر مطلوب من عنده يمكن كان ما صر عندنا أزمة ملاعب نهائيا بس الجميع يردون ملاعب جاهزة ملعب واحد يلعبون عليه كل الفرق وهي ما موجودة نهائيا في كل اندية العالم المفروض كل نادي يعرف كيف يوفر المادة يوفر المسلزمات حتى يهيئ ملعب وصير عليها مباريات ويفتخر بيها عندنا بالعكس بالضبط الصرف الصرف كل الاندية وكل المصروفات الصير على القضايا أقل أهمية من إنشاء ملعب نحن هاي نقطة واتحاسب عليها إذا أنا خطعان من الكل من المستمعين ومشاهدين من عندكم نحن بالنسبة أن كرياضين يعني الوقت صار صعب كلش ليش لأن لأن البنى التحتية مو ديش البنى التحتية العامرة مثل ما طلعت هسه آخر شيء ملعبي ملعب القوات الجوية أعتقد لو لاعبين ملعب الشعب هم هو النفوط اللاعبين يردون ملعب الشعب اللي يريد يقدم وكرة القدم متعة وهذا شفت ملعب الشعب قبل المباراة يعني عيون الطيب من أبواع الخضار فاللاعب محتاج إلى إيش مكانات حتى يقدم إبداع حتى يمتع الجمهور الوزارة يعني جادة أعتقد في سنة 2016 وخططها المستقبلية في 2017 أنه أعتقد أنه جادة يعني في توفير بنا تحتية لائم واقع الرياضة اللي موجودة بالعراق لأنه بصراحة الأمر من 2003 لحد هذه اللحظة ما شفنا أنه هناك منشأ ممكن أنه تشير لبالبنان كثير من المشآت نعم موجودة لكنها لم تكتمل باستثناء المدينة الرياضية اللي تم يعني إنجازها بالفترة الأخيرة وملعب مدينة كربلا هذا يحسب إلى وزارة شباب الرياضة بالرغم من أنه المبالغ المالية في آخر سنتين يعني تعانى منعت الدولة العراقية بشكل عام لكن الوزارة تعمل بالممكن وبالتأكيد يعني هذه يعني علامات مضيئة في مسيرة وزير شباب الرياضة والوزارة بشكل عام كإتحاد كرة القدم أكيد يعني إحنا يهمنا ويسعدنا على أنه توجد ملاعب تقام عليهم بولاد كرة القدم وأيضا لا نغمت حق للأنشطة الرياضية الأخرى أو للعاب الأخرى لكن باعتبار أنه كرة القدم مصلط عليها الضوء من قبل الجميع بالتأكيد يعني البناء التحتية يجب أن تكون تلائم واقع الرياضة كرة القدم بالعراق إذن رح أقرأ بس رسالة وأخذ استطلاع آخر من الصديقة لنا من السويد مساء الفرح والسرور تحياتنا للمتألق صافرة والمتمكن إدارة للدكتور علاء عبدالقادر نبارك لكم جهودكم ومسعاكم لهذا الإنجاز نبارك للوزارة لملمة الشتات وعزم القوى والانتفاض للبناء ومواكبة التطور نتمنى أن تكون خطوة إيجابية لعادة الصرح الكروي لسابق عهده في الرقي والتنظيم أصابت وزارتنا الهدف ألف مبروك لنا من السويد تحياتنا للينا نشاهد الاستطلاع الآخر ونعود لكم الحواب أنا كإعلامي متفائل جدا بما تقوم به وزارة الشباب بالرياضة بشخص وزير أهل أستاذ عبد الحسين العبطان لا أقول ثورة في المنشآت الرياضية هذا يعني مصطلح كبير لأن أنا يعني موضوع جدا بأن هناك تقشف وهناك يعني أزمة مالية في البلد لا نستطيع أن نقول ثورة في المنشآت وبالتالي أن نحمل الوزارة ما لا تستطيع تحمله ولكن وجدت يعني الأمانة وبعيدا عن المجاملة والتجميل بأن هناك وزير الشاب يعني مهتم جدا بالرياضة العراقية خلصنا من مسألة نريد وزير من الرياضة هذا بعيدا العمل هو الذي يعني يثبت هذا الوزير يعمل أو ذاك الوزير لا يعمل التركيز عن كرة القدم في نظر الجمهور أو بعض المعنيين هو في الحقيقة خطأ كبير هناك خارطة جغرافية للمحافظات موزعة حسب طبيعة الإلعاب هناك محافظات متميزة بإلعاب القوى بكرة السلة بالطائرة تفتقر لهذه المنشآت الحالة المادية والتقشف أجبرنا للتوقف في منتصف الطريق عند عدد كبير من المنشآت الرياضية كانت في طور الاكتمال وكان من المفترض أن تكتمل قبل هذا اليوم بحدود سنتين أو ثلاث سنوات بأقل تقدير ولكن الضائقة المالية فرضت نفسها وحالة التقشف أيضا الآن وبحسب وزارة الشباب والرياضة البداء البدت متوفرة بعض الشيء خطوة فخطوة وكل منجز يفتح اليوم هو يقربنا خطوة إلى الأمام في سبيل افتاح منشآت رياضية جديدة بمختلف الألعاب وليس لعبة واحدة فقط نحن اليوم أفضل بكثير من قبل سنوات يعني نتحدث عن ملعب نفت خربي ملعب نادي كربلاء هناك المدينة الرياضية في البصرة فيما بالسنين الماضية كان فقط ملعب الشعب الدولي الملعب الوحيد اللي يعني قريب من المواصفات الدولية اللي كانت تقام عليه المباريات اليوم بكل فخر عدنا أكثر من ملعب صار إذن خطوة نحو الأمام لكنه تسأني كافية أنا أقولك أكيد غير كافية نحن بحاجة بعد إلى ملعب خصوصا في العاصمة بغداد يعني أتمنى يكون تركيز الوزارة بالفترة القادمة على إكمال ملعب الموجودة في بغداد أخص نادي الزورة أو ملعب مدينة الصدر أو ملعب الرصافة على اعتبار العاصمة اليوم تفتقر إلى منشئ رياضي بمستوى ما موجود في كربلاء وفي البصرة أيضا باقي الاتحادات هي بحاجة إلى منشئات حتى لا نحصل حديثنا في موضوع كرة القدم يعني ألعاب القوى سباحة تاي كواندو سلة طائرة أصور أتمنى أنه الأمور المادية تسعى في الوزارة الوزارة جادة في عملها أتمنى الأمور المادية تتحسن ولو بشكل جزئي في سبيل أنه تنقذ هذه الاتحادات وتكون لها منشئات خاصة تليق بها إذن دكتور ما باقي ليمكن دقيقة أو إذا المخرج الثاني دقيقة ثانية كثير من الحديث ويقول لي لا أحتفر لا يتحارش بي الحديث قلنا على المنشآت والملاعب الرياضية حقيقة يتشعب لأنه كثير من الاستفهامات موجودة حاول ملعب الزورة حاول ملعب مدينة الصدر سيما في بغداد حقيقة لأنه نتأمل ملعب آخر مع ملعب الشعب تكلمنا عن ملعب القوة الجوية الملعب القوة الجوية ظاهر أنه سيبقى على حاله عموما راح أترك لك الكلام ممكن تجمعنا لقاءات أخرى للحديث عن حقيقة ملعب المدينة الرياضية وملعب كربلا والملاعب الأخرى اللي هي ميسان والنجف والزوراء تحديدا نعم أنا أعتقد بشكل عام دكتور موفق أنه سوف يكون ملعبنا الموسم القادم بعد أن وصلت رسالة قوية من الوزارة وهناك مساعي جادة على أنه لا يمكن أن يكون لنادي مشارك بالدورة المنتاز وما يكون عنده نادي موهل يعني هل مرة باتت الرسالة واضحة وقوية؟ وأنا أعتقد أنه سوف يكون هناك ملعب خضراء بإذن الله تعالى بعد أن تم الإعاد إلى تعاون شركة SIS مع كل الأندية التي يجب أن تكون على دراية ومعرفة بكيفية إدارة ملاعبها يعني لأول مرة تصل هذه الرسالة إحنا كنا على مر الأعوام التي مضت يعني نلاحظ ملاعبنا ذو أشب أصفر لكن الآن بدت الأجراس الخطورة تدق أنه هناك تهديد وهذا حقيقة يعني يجب أن يلقي بظلالة وتتحول إلى نتائج إيجابية بإذن الله تعالى هذا اللي نتأمل حقيقة وإن شاء الله لقاءاتنا تتجدد للحديث في أمور عدة كان في مخيلتي أيضا نسأل عن شأن وزارة الشباب ورياضة ودائرة التربية البدنية تحديدا في قضيتين هذه الشرطة والميناء لكنه راح نأجله لأمر قانوني وإدارة حتى رايحك من هذا الموضوع يا محظوم عموما تحياتي للصديق محمد وضاحي اللي يقول أنه يعني نشهد للوزارة أنه رغم تقشف لكنه بنا تحتية يعني ماضين في هذا الاتجاه الصديق ناصر عامر لل يعني آخر شي حتى لي زعلون علينا ناصر عامر للدعابة والمزح كاتب شنو رأيكم بصبغ ملعب القوى الجوية والصديق قيسر عراقي لماذا لا يتم تطوير وعداد موظفين قادرين على إدارة المنشآت الرياضية بشكل مناسب يمكن يتحدث دكتور علاء قال إن شاء الله دورات بالخارج الصديق فلاحن صيف زورائي مية بالمية نتمنى مشاهدة ملاعب جديدة في بغداد تليق بنا كجمهور يعشق كرة القدم وأيضا من نسبة لدورة المياه الصحية رديئة جدا في ملعب الشعب وصلت الرسالة يمكن دكتور علاء جالس لكن ليس انحيازا حقيقة أحيي الكابتن مهدي عبدالصاحب مدير ملعب الشعب لجهوده المخلصة والكبيرة في إدارة ملعب الشعب لأن ملعب الشعب تغير خلال الشهرين الأخيرة ولبس حلة جديدة نكتفي بهذا الكلام إن شاء الله لقاءات أخرى نتوسع في حوارات تشمل المنشآت والملاعب الرياضية وغيرها من الأمور بالختام أوجه شكري جزيل مرة أخرى للدكتور علاء عبدالقادر أنا سعيد جدا باللقاء معك شكرا لكل الأخوة اللي رأس اللوني من اللي نمسوه أكو بعد ما قرأنا ونعتذر منه إلى الجميع شكرا للأخوة المصورين شكرا لكل قادر البرنامج نتمنى أن نلتق بكم مجددا شكرا جزيلا وشكرا للأستاذ فراس أحمد اللي نطعنا دقيقتين إضافية بالختام تحياتي لكل من تابعنا وشاهدنا ملتقانا وإياكم يوم غد نفس التوقيت إن شاء الله حتى ذلك الحين نلقاكم على خير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة